وقد بث ناشطون سوريون تسجيلا مصورا يظهر طفلا يبلغ من العمر قرابة ثلاث سنوات تم انتشاله حيا بعد يوم كامل من وجوده تحت أنقاض مستشفى القدس في حي السكر بمدينة حلب وكان المشفى قد تعرض لقصف من طائرات النظام سوري وهو ما أدى إلى مقتل أكثر من ثلاثين شخصا بينهم أفراد من الطاقم الطبي ومرضى كما ألحق القصف دمارا كبيرا بمبنى المستشفى ومحيطه من الأبنية الزكانية